تدرون هايا خيارة نعم هايا خيارة يسموها خيارة فضائية نعم هذا نوع من انواع الخيار نوع نادر كلش سبحان الله جبت قطعة وحدة بس بالقوة لقيتها لا اعرف المفروض اقسلها احس بها تراب وهاي شنه هذري تشك تشك يعني ما اعرف اسا اقرطة هاي شي حالة على الخير لو لازم اقصها ما اعرف خلي اقسلها وجيكم ثواني اوكي شباب خلونا نقصها بعيدة تشك تشكت عموما خلي نقص الاخيارة نقول بسم الله خلي نشوف صدق يشبه شكل الاخيارة من الداخل شوها قوية ولك اوكي 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 وات واشكلها هاي الحب مالاته يشبه حب الاخيار شوفو صدق اخيار شباب باع فتشي شو خلي نشتمها ما اكو ريحة ما اعرف اريد اضوقها اني خلي نقصها قصة اثانية مثل البطيخ اوكي 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 بسم الله ما ادري شباب ما اكو طعم بالبداية اكو طعم تحس طعم حلا شوية وبعدين يرجع يصير طعم طعم اخيار ما اعرف تحس نفسك قاعد تاكل فاكهة بسم الله الحب مالتها قوي ايه اصلا كل حب فتشي غريب شباب بس يعني ما اكو طعم شباب ما اكو طعمها ماي للاخيار التواثي التشبير هذا التشبير الخيارة بالبداية من اتعضها تعس طعم حلا بسيط بعدين يصير حموضة بعدين يصير طعمة طعم خيار ما اعرف شتو انا شرح لك اول مرة اضوق هيج شي شباب اول مرة غريبة عموما شباب اليوم جايب لكم مجموعة فواكه غريبة تقريبا ما مطروقة وما موجودة بالعراق احتمال ونادرة فشارد منك تروح تجيب لك عصير او فواكه وتباوى على وجهي المين شبع منه ياقي غالية حرام واردذبها اصلا شو راح اقولي بس غالية شباب غالية اوكي اوكي شباب صح نشيت السلام عليكم نشيت اسلم وانا استكتب لي ليش ما تسلم السلام عليكم وعلى طهر السلام شباب اكو واحد اقتراح علي اقتراح قال لي ليش ما تقول للمتابعين يصلون على محمد وآلي محمد وشفتها فكرة كلش حلوة فقبل ما نبلش اريدكم كلكم تقولون اللهم صلي على محمد وآلي محمد الكل شباب بسرعة صليت صليتي حجيه صلي مرة ثانية ايه مرة ثانية صلي صلي مرة ثانية عموما الفاكهة الغريبة اللي راح اشوفها لكم هي التفاح كلكم ما كليين تفاح اليوم جايب لكم تفاحة حمرة وجايب لكم تفاحة صفرة راح تقول لي شنو الغريب بالموضوع. انا مثلي مثلك مادرشنو الغريب بالموضوع عموما هو الغرابة بداخل التفاحة لابدوري يعنتضي اللي بنك تفاحة نقول بسم الله لا أريد أن أرى واحد ثلاثة بوم ماذا؟ شوف مستحيل ماذا تفوها حمراء البطن مالتها أحمر شوفوا شباب هاي تفوها الحمراء تفرها ها ما حمراء ماذا؟ سبحان الله ريحة تفوها قوية كلش متحمس متحمس أذوقها بسم الله ماذا؟ ماذا؟ تفوها بها حلاء مو طبيعية يعني شقد مو أصف لكم أطيب من هذا التفاح العادي ما أقدر يعني ما أقدر أوصف لكم طعم تفاح وانا ناس بنفس الوقت تتحسين مو بس تفاح بها خيط حموضة كلش طيب هشي هشي شباب شكل غريب تتأكل أحمر بحمر قطعة كاملة حمر تتحسه بسم الله شباب صلقوني ما قعد أبالغ كلش رهيبة اوكي شباب هسا خلي نفتح التفاح الصفرة تخيلوا هسا يطلع بطنها اخضر اوكي بسم الله جاهزين نشوف واحد ثان ثلاثة بوم اوكي هم حمراء شوفوا هي صفرة بس بطنها احمر شي غريب شباب وانا كنت تفاح اصفر بطن وردي او احمر بعو سبحان الله شباب داما من تشوفون شي غريب قولوا سبحان الله وحتى اذا ما تشوفون شي غريب داما قولوا سبحان الله التسبيح لله سبحانه وتعالى كل الزين تمام فى التمانية تشوف شى اداما podcasts نقول سبحان الله تمام سبحان الله العلي العظيم هاي ما بها ريحة ديتشونت بي ريحة أقوى شوف بي ريحة التفاح كله شو قوي ما بي ريحة التفاح دعنا نشوف الطعام بسم الله حمضة هي تفاحة صفرة بس ما بها أي طعم يشبه طعم التفاح الأصفر تحسها تفاحة خضرة بس كلش طيبة وقعها غريب شو هير بع العظة شوف العظة شو شكلها كلش طيبة ما يشبع ما يشبع من الشباب خبر كلش أنصحكم تجربون هذا التفاح خلونا نروح على الفاكهة اللي بعدها الفاكهة اللي بعدها يمكن من أغرب الفواكه اللي أنا شفتها أو يمكن أنتوا رح تستغربون منها اللي هي هاي الفاكهة إجتني بهذا التشيس طلحها من التشيس شوفوها هاي الفاكهة هاي شباب يسموها فاكهة النجمة شوفوه وهس رح أقول لك ليش يسموها فاكهة النجمة تيمكن انتبهت على شكلها تشبه النجمة بس مرة حتقصها رح يطلع شكلها كلش يشبه النجمة تعالوا خلي نجربها ونضوقها ونشوف شكلها خلقسلها أوكي شباب غسلتها ونظفتها هي نظيفة أصلا بشيسة بس الاحتياط واجب خلي نقصها بالنص ونشوف شكلها من الداخل بسم الله وات شوفوا شكلها من الداخل تحسوها تشبه التفاحة بس واو باعش يقولها نجمة شوفوه شباب نجمة نعم هذه هي فاكهة النجمة خلي نقص منها شوية نقص لنا نجمة اوكي أوووو بها بذور وعلى البذور مالتتها شوفوا البذرة مالتها هذه ريحة مدرا شنو ريحة جل الصبار تعرفوا ما عارفو عن تنكلها ونقشرها بسم الله شنو هاي طعامها طعامها اول متعضها يشبه طعم اللهانة بعدين ينقلوا بخيس بعدين نصير كيوي بسم الله طعم غريب بيه حموضة اداكلها وقشرها عادي لو لازم بس بعدين نصير طيبة شباب بعدين نقلوا بطعمها كيوي طعم غريب بس طيب خلي خلينا نجرب بحده لأخي بسم الله حس طعمها منع الشباب عبالك تشرب ليمون ونعناع بالضبط عبالك عصير ليمون ونعناع تشرب 7 أحس هالفاكهة الوحيدة اللي مستحيل نفسك تلعب منها وما عرف ليش يجي على بالي او هيتش استنتجت انه هاي الفاكهة تعالج لعبان النفس اذاتها كلها بالعكس نفسك تشرب ترتاح ترتاح يشفت شي خفيف وطيب وبيحموضة يشبه الخس رهيبة كلش حبيتها اول ما اكلتها استغربت من طعمها بس بعدين حبيتها ما عرف ما يجرع لكم لازم تجربون فاكهة النجمة طبعا سعرها غالي مو رخيص بس تستاهل التجربة سبحان الله بعش كلها خلوا نروح على الفاكهة اللي بعدها اوكي شباب الفاكهة اللي بعدها راح اشوفكم شكلها وقلولي هاي شنو شتتوقعوها جاهزين واحد اثنين ثلاثة شنو هاي مني يعرف هاي شنو دقيقة خل افتحها لكم اوكي فتحتها شوفوا قلولي هاي شنو شنو هاي تشبه شنو بعش شكلها سبحان الله بابا شكلها يخوف عرفت هاي شنو لو اقول لك اوماي جاد بقى ريحتها قوية نفس الريحة ما للفاكهة اللي هي اههههه عرفت احب اقول لك انه هاي ليمونة شايف فيش ليمونة بشرفك اغرب ليمونة ممكن تشوفها بحياتك ريحتها ريحت ليمون بالضبط بس كلش قوية شباب من اندر انواع الليمون بالعالم سبحان الله شوف رب العالمين شكت خالق اشياء ما عرف يعني هاي ساذان افتحها اقطع هيتش اقطع واحدة واحدة شلون ااكلها مادري اوكي شباب خلونا نقصها بالنص بسم الله اوكي شنو هاي شكلها اوماي جاد ريحتها ليمون قوية كل الشباب هذا شنو هاي تش غصن منها قصيتها ما عرف شنو شكلها اصلا ينكل ما بيطعم عموما هاي شكلها من قصيتها باعو ماكو اي حبوب او بذور للليمون بس الريحة شباب ريحت ليمون ماعرف اكلها منها ماعرف دقيقة بسم الله وين الحموضة ماكو طعم شباب ماكو اي طعم بالموضوع ماعقولوا انا اكل هاي القشر خافوا القشر ينكل لا مارد مارد اغامر شباب بس ماكو اي طعم حموضة بس الريحة ريحت ليمون اعتقد هاي الفاكهة يستخدموها للريحة يطون الريحة للأكل او يخلوها بالأكل تطيهم ريحة او نكهة ليمون او مونكا ماارش يسموها انو بعد اجتم ليمون قوي كلش ريحت ليمون فول ماعف يمكنهم يستخرجون منها عطور كتبولي بالتعليقات ضايقين هاي الليمونة او شايفيها لو لا وبشنو تستخدم يا ريت تكتبولي مدارب بشنو تستخدم هاي اوكي شباب الفاكهة اللي بعدها اللي هي الكيوي اللي قدامكم هذا كيوي بس برأيكم هذا كيوي عادي لا لا سابقا انا جبتلكم كيوية غريبة بالحلقات السابقة اذا تذكروها خلونا بالبداية نفتح هذا الكيوي المعروف بسم الله اوكي مثل ما قاعد تشوفون الشكل كيوي طبيعي وتعالوا خلو نفتح هذا الكيوي النادر بسم الله ماذا؟ بسرحة نقص بوع شكله؟ شوف الفرق ماذا؟ انانوس شباب طعمها طعم الانانوس كان شكلها اصفر وهشة كانت اليوم جايبلكم كيوي مختلف طلعوا واحدة اللي هي هاي الكيوية شكلها من بره ما يشبه الكيوي بس يعني يبين كيوي الملمس ماتة كيوي بس المفاجئة وين؟ المفاجئة هي بطن الكيوي جاهزين تشوفوها؟ تعالوا خلونا نقول بسم الله ونشوف شكلها من الداخل اوكي جاهزين نشوفون اياكم واحد اثنيا ثلاثة بوم باوع شوفوا سبحان الله بطنها احمر كيوي بطنه احمر جديدة هاي شوف بس اركز لي باع الكيوية وين هناك هي تشي كيوية بالعالم وووووووووووووووو بس نحمسها كلها بس خليني قصب عند قصه هسة اجدت مرحلة الضوغ بسم الله 1 ماذا؟ ماذا؟ شنو هالعسل؟ شنو هالحلاوة؟ شنو شنو اتي بس قلليلي؟ واو شباب اي طعم للكيوي ماكو تحس نفسك قاعد تاكل فاكهة كلش غريبة؟ طعمها كلش حلو على خيط حموضة رهيبة واو اوه لي هابا شباب كلش حلوة كلش طيبة ماقدروا اصف لكم مش قد طيب هذ الكيوي اللي بداخله احمر حرفيا طعمه يختلف عن الكيوي المعتاد اللي هو يكون قوي ويشك تشك ماقدر ماقدر شباب لازم اكملها باق شكلها من الناس سبحان الله باق شو شكله؟ يخبل وطعمها بعد احلة بسم الله اكتبوني بالتعليقات ضايقين الكيوي هذا اللي بداخله احمر وشون رأيكم فيه؟ مش عرفكم اللي ضايقين خليك اتبونهم بالتعليقات اتبونهم هذا شكل طيب طفت طفت عشتيدة كبو جلدة ما قصرت تتذكرون بالحلقات السابقة من أكلة فاكهة القشطة جايب لك فاكهة بداخلها قشطة تحس فاكهة غريبة كلش وات باش كلا شباب لحم هذا سمج عبالك مو تلاحظون شوفوا عبالك سمجة وات تقصدق قشطة اليوم جايب لكم فاكهة القشطة الأم العملاقة اللي هي هاي تعال خلا نطلعها شوفتوا الفرق بين فاكهة القشطة ذيتي وهاي الفاكهة هاي الفاكهة بيهواية فوائد يا ذيتي فاكهة القشطة بمليانة فوائد بس هنانا الفوائد مضاعفة شوية تشكتشك تحسوها واعو يعني هذاني تشكتشك تحسوه فتعالوا خلي نفتحها ونجربها خلونا نقول بسم الله ونقصها نقصها بطلو بالعرض ما أدري خلينا نقصها بالعرض بسم الله قوي هاي موثل ذيتي فاكهة كانت هشة اوبا باع شكلها من الداخل وات تختلف اختلاف كلي اوه هشة هشة يا عيال اوه طفرة النواية مالتها هشة يا عيال اوه اللعب سجلينه هدف أخذ شوية قشطة شباب باعوا ذيتي كانت طعامها طعام قيمر خلينا نشوف هاي شنو طعامها بسم الله باعوا هذي شكلها بيها نفس النوة مالفاكهة القشطة نفس شكل النواية بالضبط حسه اجدت مرحلة الضوغ بسم الله فاهية شوية ممثل ذيك 것처럼ة كليش حلوة بس هذا ما يمنع انو بها وافية فوائد مليانة فوائد شباب انصحكم بيها ممم امكناني أكلت من منطقة غلط خلنا اخذ هاي الجهل اوه محاياichi هايتنكل هايا آغلب النص مادير لا متنكل متنكل شباب هاي حالاتها ممثل ذيتي ذيتي فاكيهة القشطة كليش حلوة وهي حالاتها متوسطة شباب ماعرف أحسديتشي أطيب بس كفائده مثل ما مذكور هاي فوائده أكبر من ذيش تمام خلو روح الفاكه اللي بعده أوكي شباب ماكليني الأناناس جربناه بالحلقات السابقة المشكلة الأناناس تقشيره مزعج وبما أنه الدنيا طورت شوفوا الدول الباقية شلون يبيعون الأناناس أحب أقدم لك تشيس الأناناس عبارة عن خمس أناناسايات مقشرة وكاملة يبيعونها باع باع المي اللي هنا ببطلة باع مي هذا مي الأناناس باع تعالوا خلي نفتحها ونضوقها ونشوف طعامها خلو نطلع أول وحدة بسم الله اللي هي هاي باعوا يبن الأناناساي الريحة الاناناس فول فول بسم الله واو واو يلقى تحلو لا تتقشر ولا تتعب حبيت حبيتها واباعوا هذا الطرف مارتل اللي هو راس الاناناساي انصحكم شباب تجربوها فتشي خيالي خمس الاناناسايات نكشرها اليك بجهاز اعتقد شوفوا هذا الجهاز هو الي يكشره يخليه يتشم ملولوه مجربين هذا الشيس لولائك كتبولي بالتعليقات نروح للفاكه اللي بعدها قبل فترة انتشرت كلش فاكهة التين الشوكي هذا تذكروني اللي جربته بالحلقات السابقة وكان طعمه ما قدروا يصف لكم لعبان نفس التين الشوكي شوفوا هذا هو التين الشوكي تعالوا خلي نفتح التين الشوكي انه بعدين تفتح منه انه بارد ويطلع بهذا الشكل هذا هو التين الشوكي اعيال بسم الله شباب شنو الزفر هاذه ريح تخيار وطعمه الزفر وقلت التوبة اذا اجربه جبتلكم نوع نادر مال التين الشوكي اللي هو هذا اغرب نوع تين شوكي بالعالم شوفوا وين هم المصريين اللي يشقوا حلقه بالنص التين الشوكي ده هايل التين الشوكي ده زي العسل التين الشوكي ده زي الفول شقون يقولوا بحيث خلونا اشتهي يعني يوقف المصري قدام العرباني كله ستة سبعة ويطلع من جبته طعم زفر زفر فاليوم راح اجربه قدامكم بس بطريقة مطورة اللي هو هذا النادر تعالوا خلو نفتح التين الشوكي ناخذنا وحدايا هم شي مي تشك تشك لان ذاكه كان يشك تشك نقول بسم الله نفتح التين هايا كان هيت شي يفتحه ببقيت هاي شوف شوفوا اوه هذا احمر هذا التين الشوكي احمر شباباني خايف اجربه هذا هو شكله من الداخل باعوا هذا شكله من الداخل خايف اجربه هو كان كله نوعه بس راح اجربه واأقول بسم الله اوه احمر بس طيب واو واو شباب هذا طعمه حامض طيب مو مثل ذاكتشان كلش ما طيب بسم الله ويتشك تشك أحش طبت ابيدي سلايه طلع بيه سلي هم هم بس ذاكتشان ولا طيب ولا حبيته ما ادري كمان العالم تشكرها هذا رهيب حموضة تشبه حموضة الكيوي هذا أقيمة 8 من 10 ذاك أقيمة 0 من 10 تقيقة طبت بيدي سلا يا شباب شلون تعالوا خلنروح على الفواكه اللي بعده اليوم نشبهكم فواكه أسئلك سؤال أنت تحب العرموط تعال شايفيك عرموطة شايف سموا هذا شباب العرموط شوف هاي العرموطة اتفضل عزيز المشاهد باعلي هاي العرموطة أغرب عرموطة بالكوكب قاطب بيدي سلي أغرب شينها وحدة لقيا هنا بيدي هاي العرموطة لون منذي شتين الشوكي أوكي شباب تعالوا خلي نجربها يمي كلها نوادر او ماي قاد الداحس نفسي دان تشك تشك ما عرف بنيا شكلها شكل تفاح بس هو عرموط فاسهب راح أكل بس الداخل ماتة اتمنى طعمه يكون يبشر بخير شوفوا شكله هذا شكل العرموط أغرب عرموطة بالعالم بسم الله واو هش هش كلش لذيذ مع العرم مليان ومي شباب باع حس طبت بالسان سلية متوقت تحشون هو يطب باللسان اذا هو يطب بالإيد ليش ما يطب باللسان يا غبي طب بالسان سلية خلا وراح أغسل وجهكم شباب بعد ما بيحل ونروح على الفاكهة اللي بعدها اوه يا يا بس صار ساعة طلع بيهنو ما دي طلع عن شباب ما شرت بتوقع هذا بهشي شغلات ناعمة هش مثل الأشواك عموما شايفين الذرة السودة واناكو ذرة السودة باع شوفها سبحان الله ذرة سودة شباب تعبالك شنو هاي محروقة ريحتها ريحت ذرة عادية باع بسم الله ها يعني ما مطبوخة هي هيكي اذا صارت شامية شون تطلع اذا يبسناه وسويناها شامية شامية سودة معطيه لهم ما شوفت عرق طبوخة له لا لا مو بس هيكي حجي جابلك البيتنجان اغرب بيتنجان بالعالم هاك شوف اقول يداة بيتنجان ايه اغرب شوف شكلها سبحان الله اغرب شكلها غريب ترى هاي نواؓر شباب ما موجود منه ذني شوفوا بطنه اغاني عمي جداателя اكل deficit هو مم الفيام ج���ون منهم لما تقضي تبسي تقصي انك انكشريlights في ذبها이 الجهه هذه الجه اتقصى واذبها انا ليس فاعل اقعد يمها و시고ل ذني ها مشكلة تشvordanت يوقف على قلبي صارuaori homo س Deus يقول لي هو البيتنجان مستوي ما ينجرع انه ما مستوي تاج رأسك البيتنجان قال لي لفة الفلافل اذا ما بيها بيتنجان ما اكلها يوم قللي لي هاي البيتنجان ردي نشوف شون يطلع شكلها متنسجين والان مع الشغلة العجيبة تحب الموز لو ما تحبه اليوم جايب لك اصغر موز بالعالم تفضل شوف شوف شرفك شايف هيكي موز باع تفضل شوف شوقها هاي كدوتها شوفها هي هاي رح اجربها شباب وووووووو berries egy شوف la شوف هاي heart شوفها اجتونجها واع ما بيها سعاع تا ما میرا خدمنا بهاappro بسم الله شينها شوية قوية هاي هي عيال قوية هاي قوية تكشرها منا شينه هاي صlay صليراح طب انا قبله هاي الشي شون sofa متنج مست Bang هاي سويت ما سويت واكو موز يتقشر بسجينة بعدها قشرة بالسجينة حرفيا ايش دا قشرة بتيتي بشرفكم واكو موز يتقشر بالسجين نعم هذا الموز يتقسر بس يتقسر هاي شوفوه هاي اللي طلعت حدي هاي الموزة ليش ييت هذا ليش بسم الله شنه هاذ طعم الشجر والموز خنجرب بحده ثانية والموز بالموضوع شكله مشاهي بس ما نصح شباب خشبة خشبة لتاكل خشبة اول ما شفتها اشتهيتها قلت هاذو يقبل بس بعدين طلع خشب ممكن ما مستوي بعدها ما اعرف روح على الفاكهة اللي بعدها عوف الموز عوف الموز دائما الدول الاوروبية او الدول الاسيوية مثل الصين واليابان يبيعون شغلات غريبة كلكم تاكلون بيض صح لو مو صح صح هما نفكر تشتري بيض مستوي ما نفكر مو زين اليوم انا جايب لك بيض مستوي الي هو هذا شوف احب اقدم لك البيض المطبوخ يبيعوه بالدول الاسيوية والاوروبية بهذا الشكل والمفاجئة تعرف وين انه هذا البيض مو بيض ما الدجاج لا هذا بيض ما البط نعم تعالوا خلي نفتح بيض البطة ونشوف شنو طعمه شوفو يجيب هاي الطريقة مغلف مطبوخ يعتقد مسلوق ما اعرف شوفو احب اقدم لك بيض البطة شوفو يجيب هاي الطريقة بيض بط مطبوخ شوفو هاي البيضة شو شكلها اخضر مو ابيضة حس حسوها خضرات صح لو انا غلطان بح بيضة هاي تشكلها شو حسه هاي تش غامقه للعلماني اول مرة اجرب بيض البطة ولا مرة ما اكل بيضة ما البطة تقد مسلوقه دقيقة ومملح كاتمين يلعاب اول مرة بالتاريخ سجلوا يمكم اول مرة اجرب بيض البطة ومطبوخة شمالة يعني مو فريش قاني طابوخة لا مطبوخة ومملحة هتقلش لوم ما تخرب لان مملحة حجي الملح يحافظ على اكل بيضة البطة حلال شباب مو انا اكلش دقيق بهاي السوالف اخاف من هاي الامور اسوه حلال اعتقد هي البطة حلال فبيضها ايضا حلال واه شباب قشرها اخضر انا ليش دا قشرها كلها خلنا جرب عضيه بسم الله جسط لعمة طيبة بسم الله اغسل وجهكم يا با شنو هاذا شنو هاذا البيض هذا عشت تبسي دا اكل بيض فاسد ما اقول ايش بيض البطة حمزين بطة الدجاجي شوكشيك يا بطبع انا قلت ما ارش بحتي حمزين بيض الدجاجي شوكشيك ما قدرت الروح للمنتج اللي بعد احسن اسألك سؤال بالعراق من تريد تشتري قوطية عصير داما تلقي عصير بطعم البرتقال بطعم الخوخ او حتى العصير اللي تشتريها كلها الاغلبية بطعم البرتقال بطعم الخوخ بطعم العنب بغير دول وخصوصا اللي عندهم منتشر الفواكه الغريبة يسووا لك عصير قواطي بطعم هاي الفواكه يعني مثلا مثلا جايب لك قواطية عصير بطعم فاكهة التنين شوف فاكهة التنين دراجون فروتس اللي اكلناها بالحلقات السابقة وكانت الصفرة عطية بنوع عضوكي هنا انا حاطي لك شكل فاكهة التنين الحمرة البيضة العفوها شوفوها اللي هي حمرة ومن الداخل ابيض خلي نفتحها ونشوف نجربها بسم الله احتاج غلاس حتى شوفكم اللون شو تقولون اوكي شباب جبت غلاس تعالوا خلي ندير عصير فاكهة التنين بسم الله بسم الله نفس اللون نفس اللون الفاكهة شوفو شكلها حتى يتشفافة صار بباقي البيضة وقال باع بها حبيبات بداخلها تتحرك اللي هي حبيبات فاكهة التنين على ما اعتقد فلنضوق الطعام بسم الله واو بضنا بالطعام طعام فاكهة التنين هذا السوني دي الذكره بعد ما عن الصلخ سلاية بسم الله واو رهيب يا عيال عصير فاكهة التنين مو بس عصير فاكهة التنين جبتلكم جبتلكم عصير فاكهة القشطة اللي اكناها هسه وبذاك الفيديو بس اللي مرسومة على البطل اللي هي مال ذاك الفيديو اللي هي كل شانت كلش حلوة وطيبة مو مثل هاي النسخة اللي جبتها اليوم خلي نفتحها ونشوف بسم الله اوه هاي غازية اوه رحت فاكهة قشطة كلش تعالوا نجيب قلاس تاني بسم الله اوه هم بيضة هم بيضة يا عيال باعوا بس ها كلش يعني عتمة عتمة تحسوا باعوا بسم الله واو واو بالضبط طعام فاكهة القشطة بالضبط اللي جنت اضوقها بس هنا اضع فيها شوي حموضة حتى تصير شون منعشها بسم الله حبيتها وبنفس الوقت بغير الدول يبيعون هذا العصير اللي هي عصير هاي الفاكهة تذكروها اللي اكلناها اوه مادري ما اكلناها يمكن هاي مماكليها هاي عصير يسموها فاكهة اللي تشي اعتقدة وهي تشوف هذا الفاكهة غريبة ما اعرف شنية خلينا نجربها العش عبالكم بابا يبيعون كلها عصائر غريبة برتقال خوخ برتقال خوخ عصير برتقال شربت دانيا برتقال راني خوخت شك دوانا شك هج هنا العصائر هنا نضوق عصير فاكهة المدري شنو اللي تشي مدري شنو بسم الله واو شنو هاي شنو هاي طعمة بيدارسين مفتشي غريب هاي الفاكهة طيبة شباب بسم الله بيا حبيبات شوف شوف ما عرف شو شكلها رشو كلا بيا حبيبات بس ما تبين ايامكم باعوا بشين قرض عبالك جلاتين بسم الله واو، ومو بس هاي جايبلكم عصير بطعم الديناسور باعوا عصير بطعم الديناسور شوفو شراب بنكهة الديناسور اليوم راح نضوق الديناسور تعالوا خلي نفتح الديناصور يوم بعدتي رحل المعدن انتهت شباب لا اقل لك ولا تقلي ممم داشت مريح الديناصور وات اذا شبنا بيبسي بيبسي شباب هذي اسمع الغاز ووو ديناصور داشت شرب ديناصور شباب بسم الله شوين هاد ديناصور ما حطينا ملح بيبسي يشبه طعم البيبسي ما شنت متوقع الديناصور هيش طعمه بنفس الوقت شباب جاي بيلكم مي بطعم هاي الفاكهة اللي هي هاي شوفوا هاي شربناها هاي شوفوا مي بهاي الفاكهة حتى المي هناك قعدهم بالبلدان الاوروبية مطعمي يعني شوفوا يصوي لك مي بهاي الفاكهة مشكلة مختار لك طعم غريب مامختار لك طعم مثلا بالبرتقال مي سوي لك طعم مي بالبرتلاه سوي لك بهاي شوفوه بس مرح يجربة لأم ام عدة خاست اعتقد اعتقد وبنفس الوقت جايب لك عصير مال طماطة هذا عصير تشربه بطعم الطماطة مو يعني الطماطة تحطها على المرقة لا هذا عصير حجي بارد بس شنو بطعم الطماطة ونوعا ما خضروات عصير بطعم الخضروات اللي هو خس وطماطة وجزار وشنو بعده وما ذكره فويس ما اعرف بس اكيد الطعم ما اقدر اوصفه لكم راعوف الابوي هذة طبعا كلكم تاكلون شبس ليز او ليز مثل ما نسميه بس عادة النكهات اللي موجودة بليز اللي هي نكهة الجبن اكثر شي ونكهة الملح والخل وعادة نكهة اللبن والاعشاب اليوم جايب لك ليز بطعم الاجنحة اجنحة الدياي ليز بطعم الاجنحة تعالوا خلي نجربه بسم الله ويلعاب باع الريحة شوف الشكل شوف الشكل اليوم خطيئة اللي ديشوف الفيديو بالليار كل ش راح يجوع ليز بطعم اجنحة الدجاج بسم الله مون واو تسعس نفسك ستدقل على تاكل اجنحة احبيت ديوم اشوف فيلم واكلة شباب من الغرائب الليchy فيتها جايب لك Chips Chitos او Chitos بس شنού الفكرة مالتي ان هو علا شكل العظام ضعو علا شكل عظام شكل عظام ها ها هاaa Chitos طبعنا فياطط عام بطعم الجبنة Ä �linear بطعم الجبن شباب خلو نجربه ونشوف شكله باع الشكل باع الريحة باع الراس باع الجمجمة شوف شكله رهيبة ناكل ناكل الراس ناكل بسم الله هاي الايد شوفوا شباب هاي الايد هاي الايد مثل ما قاعدوا شوفوها هاي عظمة عظمة عندنا شكل ما العظمة شوفوها شوفوها العظمة لا الايد اطيئ بالايد اطيئ كل شي رهيب شباب شكله غريب معرفة عالمين لعش عوالك عجدت عوالك تشيبس بس ليز كل جي ياكو عجي مو بس ليز زين هاي القوية اليوم جايب لك تشيبس ليز او ليز مثل ما يسمو العرب هنسميه ليز شباب جايب لك تشيبس ليز بطعم صلصة المانجو او المانجو اللي اكناها بالحلقات السابقة تذكرون عوالك لعش عجي تعالوا خذنا فتحها يليم هذا منيف عمل ريحته غريبة اوه شكل بطعم صلصة المانجو بسم الله حشة حلو حلو ما احبيت بطعم عجيبة وبقعت اكل المانجو بس حار هذا اناكل على فيلم رعب حتى مانخاف نلتهي بالطعم هذا نفسر هذا الطعم واها الغريبة والان لمنش تشيبس بطعم الكاكو تقيل بطعم الشوكل recibir بسم الله هذا منفوخ يعيال نفتح شانه معقوله هذا مييفتح شباب هاذي يحتاج الطريقة خمسمائه واثمانه و اربعين فemin الله الى الطريقة التحديوه و دارتي ها تخيم job كاي جيب يا رحيم What شباب طعمي شوكشق كاي با الكيو ماذا هذا؟ لا أصف لكم الآن المعدة التي حصلت بها لكن عادي ماذا لها اللذة؟ وجد اللذة؟ رهيب والآن مع الشامية الغريبة اللي هي هاي شوفوا شباب شنو بها لا أدري بصراحة فتشي أعتقد حلو مغلفة بشغلات حلوة ما أعرف أعتقد شامية حلوة واش كبرت تشيش كل الشبير بسم الله هاي بقى الريحة باع الشكل باعها شوانة شو مسوي هي بسم الله بقى شنو هالطعم تخبوا شوفوا هاي باع 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 يوف يوف أخي تملك هاي الشامية أول مرة استلذ بشامية حلوة دامن نحبها اكل شامية مالحة بس أخي هات عسبية مسقول يعني حاطي لكيها ما أعرف فتشي كل شي طيب شافيت شامية شرفك هو المفروض هذا أحمض مصاص بالعالم يقولون ترون ما قاعدوا تشوفون هذا لسان انطلع لي بره على أساس هذا أحمض مصاصة بالكوكب هاي مصاصة طلعنا على أساس هاي أحمض مصاصة بالعالم متحمس رح رح يزعطوط ماعرف كيف على هاي السؤال فمادري يعني لو أطلعاني ويبني صار عدي ابن بالمستقبل احتمال هانا تشلب بالحلويات مو هو اوكاي شوفوا باحشو كلهم بينا كل شحان ضيع يول باح شوفون جاهزين يجربها بسم الله كل شحان فرش يباو بعد ما قدرت شي قم خصته حق شوفوا باحش من الأخير شي مش بيدش ما حد يفيدش لا لعب عليك ولا تلعبين علي شي مش بيدش المطبخ واقف لك على تك رجل يضرب الاستحية اليوم شوف يريكم يسوي حلقة خاصة بس للحلويات أغرب الحلويات الموجودة بالعالم فبعدي حمضة وكتبوا لي بالتعليقات شنو أطيب شي انتم جاربي بهاي الحلقة شنو كتر شغلت و جربتوها بهاي الحلقة كتبوا ليها بالتعليقات الملاحظة أخيرة الفواكه اللي جبتين جبتين من ابو جلدة بس كتب ابو جلدة بلان استقرام رح تطلع لك صفحته فوت عليه وقل لي علي شاكر يسلم عليك وتلقوا منا خلصة الحلقة خلصة خلصة ما عدي بعد ما عدي شغلات شباب عدي صح عدي شغلات بس يعني ما بي حل تعال بس العلقة صارت طويلة لك باكيكو مصاصر ما عدي ديس حمضة كلها حمضة يعني شيني تحب أجدع الشاقوياتش باي باي واتلقوا منا خلصة حقه